إنه ثلاث حالات لمرضى الكورونا من مات بعد الأخذ بالإحتياطات والعزل والحجر بنص كلام النبي شهيد شهيد ومن استسهل فهو مفرط آثم مفرط آثم ومن أصيب وتعامل مع الناس إذا أدى إلى الوفاء قاتل بالتسبو الله يا دكتور كلام وليش النبي قل لك ممنوع تطلع ممنوع تدخل لأنه يؤدي إلى قتل يعني نحن نتحدث ليس عن وباء فقط نتحدث عن وباء من حيث السبب ونتحدث عن قتل من حيث النتيجة صحيح الوباء من حيث السبب علاجه دنيوي والقتل من حيث النتيجة لا يردع عنه إلا عقوبة إلهية ليش نتفقى في ديني ليش نبدأ في فهم الدين مو الدين هو اللي بتضبطن صحيح اليوم بتهرب وأصم اليوم تيجي الحكومة تقول فلان عليها حجر طبي قال بصير يهرب من هون ويهرب من هون حر اهرب بس عند الله ما رح تهرب بتعاملوا مع الكمامة زي حزاب الأمام مع الشرطي لما بيشوفوا شرطي بروح بنزل حزاب الأمام هم بيكون شائل الماسك عن وجهه أول ما شوف شرطي بيرفعه حبيبي الموضوع مش عشان شرطي الموضوع لأنك مؤاخذ أمام الله إذا نقلت العدوى فأنت بري ذمتك مع الله مش لك تبري ذمتك مع الشرطي أنت تطيع الله مش تطيع وزير الصحة صحيح أنت تحافر على الأرواح وهنا نقطة مهمة يجب أن نذكرها الأرواح وهنا مطلق الأرواح وليس مقصوطها المسلم لأنه حتى لو كان مسيحي من مسيحيين بلادنا ممنوع أن نقل له العدوى صحيح فالحفاظ على الروح من حيث أنها خلق الله كل من آذاها فقد اعتدى على بنيان الله